ويورد مدير CIA جورج تنت في مذكراته حادثة مهمة تؤكد أن الهدف كان صدام حسين وإن لم تكن له علاقة بالقاعدة وبهاجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر فيقول أنه في اليوم التالي من أحداث دعش أيلول سبتمبر وأثناء سيري في الممر المؤدي إلى الجناح الغربي من البيت الأبيض رأيت ريتشارد بيرل وهو يخرج من المبنى في نفس الوقت الذي كنت أهم فيه بالدخول وبيرل هو واحد من مجموعة شخصيات يحمل كل منها لقب الأب الروحي لحركة المحافظين الجدد وفي ذلك الوقت كان يشغل منصب رئيس هيئة سياسات الدفاع وهي مجموعة استشارية مستقلة تتبع وزير الدفاع رامسفيلد ويضيف تنت ولم يكن هذا اللقاء عند الباب سوى مرور عابر لا أكثر ولا أقل ومع اقترابي من الباب استدار بيرل نحوي وقال على العراق أن يدفع ثمن ما حدث بالأمس وهم يتحملون المسؤولية ويقول تنت هنا شعرت بالصدمة وفكرت ما هذا الهراء الذي يتحدث عنه بر بحق الجحيم فقبل ساعة قمت باستنساخ قوائم ركاب الطائرات المختطفة الأربع والتي ظهر من خلالها وبما لا يدع أي مجال للشك أن تنظيم القاعدة وراء هذه الهجمات كنا على مدى الشهور والسنوات التالية نحقق في احتمالات وجود دور محتمل لرسميين ينتمون لدولة ما يقومون برعاية القاعدة ولكن لم نجد دليلا واحدا يشير إلى تورط العراق ويؤكد مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA جورج تنت بالقول أن الرئيس بوش وصقوره وصلوا البيت الأبيض والنية مبيتة لغزو العراق وقد استغلوا أجواء أيلول لغسل مخ الأمريكيين وكسب تأييدهم للحرب عليه